كتلة هواءية ذات درجة حرارة أقل من المعتاد تقترب من المملكة تفاصيلها بعد قليل بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري أسعد الأوقاتكم بكل خير متابعين في الأردن نهار اليوم سارة أجواء حارة نسبيا في عمو مناطق المملكة وانتشرت كميات كبيرة من الغيوم العالية والمتوسطة للارتفاع اعتبارا من يوم الغد الأحد يتوقع أن تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض تدريجيا مع اقتراب لكتلة هوائية ذات درجات حرارة أقل من المعتاد من شرق البحر الأبل المتوسط وإيضا من منطقة بلاد الشام تزداد تأثيراتها خلال منتصف الأسبوع تفاصيلها نستعرضها في هذه الخرائط لتوزيع درجات الحرارة المتوقعة من يوم السبت وخلال الأيام القليلة القادمة يوم السبت تبقى المملكة تحت تأثير هذه الكتلة الهوائية الحارة نسبيا درجات الحرارة استمرت نهار اليوم السبت أعلى من المعدلات المثلي هذا الوقت من العام مع انتشار كمية من الغيوم العالية والمتوسطة لكن تدريجيا تقترب هذه الكتلة الهوائية ذات درجات الحرارة الأقل من المعتاد من المملكة اعتبارا من يوم الأحد حيث تنخف الدرجات الحرارة وتصبح أقل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام لكن يوم الاثنين تزداد تأثيرات هذه الكتلة الهوائية ذات درجات الحرارة الأقل من المعتادة تصبح الأجواء مائلة البرودة خلال ساعة النهار فوق القمم الجبلي العالي درجات الحرارة تكون في العاصمة عمان في بداية العشرينية خلال ساعة النهار أما ليلا تقترب درجات الحرارة من العشر درجات مئوية فقط وبالتالي الأجواء ستكون باردة بشكل لافت خلال ساعات الليل في أغلب مناطق المملكة الحالة الجوية المتوقعة هذه الليلة في العاصمة عمان استمرار الانتشار لكمية من الغيوم العالية والمتوسطة مع 17 درجة مئوية كحرارة مقاسة المحسوسة 16 درجة مئوية الرطوبة حوالي 60% والرياح تكون خفيفة أسرع توقعات الجوية للعاصمة عمان خلال ثلاثة أيام القادمة يوم الأحد انخفاض على درجات الحرارة من انتشار لكمية من الغيوم 24 درجة مئوية كحرارة عظمى أما الصغر 15 درجة مئوية مع أجواء رطبة بشكل عام خلال ساعات الليل المزيد من انخفاض يوم الاثنين 21 درجة مئوية فقط في العاصمة عمان مع انتشار لكمية من الغيوم المنخفضة أما ليلا 14 درجة مئوية مع أجواء رطبة بشكل عام وتشكل الضباب الخفيف يوم الثلاثة 21 درجة مئوية مع انتشار لكمية من الغيوم المنخفضة والمتوسطة للارتفاع والتي قد تعمل على هطول بعض زخات الأمطار خاصة في المنطقة الشمالية والوسطى من المملكة أما الصغر سجل 14 درجة مئوية مع أجواء رطبة بشكل عام توقعات الجوية لباقي مناطق المملكة اليوم الأحد نبدوها من المنطقة الشمالية المفرق 26 إلى 14 إربط 25 إلى 17 جرش رياح نشطة مع 26 إلى 16 أما أجواء أيضا رياح نشطة مع 24 إلى 16 درجة مئوية بالنسبة للمنطقة الوسطى الزرقاء رياح نشطة مع 26 إلى 16 درجة مئوية البلقاء 24 إلى 16 عمان 24 إلى 15 مادبة 25 إلى 15 والبحر 32 إلى 25 درجة مئوية نذهب الآن نحو المنطقة الجنوبية نبدوها من الكرك انتشار لكمية من الويوم أجواء غايمة جزئيا 23 إلى 13 نفس الأجواء والحرارات في الطفيلة الشوبك 22 إلى 11 معان 26 إلى 13 والعقبات 32 إلى 22 درجة مئوية أخيرا المنطقة الشرقية الأزرق أتربة مثارة ورياح نشطة 28 إلى 14 الصفاوي 27 إلى 13 أما رويشة 29 إلى 13 درجة مئوية مع أتربة مثارة إلى هنا تنتين نشطنا للقاء الاشتراك مع أمنية بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة